وضوع التاني والمهم جداً ويمكن كتبوا زميلنا الصبح هيسم أبو خليل على صفحته على فيسبوك قال لك إن إحنا عندنا لحد النهاردة خلال أزمة فيروس كورونا تقريباً 69 طبيبة لو هنتكلم عن الطبيبات فقط جيبولنا صورهم كده يا شباب عندنا 69 طبيبة 69 طبيبة ونشرهم هيسم أبو خليل نقلاً عن الصفحة الرسمية لنقابة الأطباء الطبيبات دولة الشهدات دولة 69 ماتوا هما بيدفعوا عن الشعب والوطن والمواطن والصحة بسبب فيروس كورونا تقوم بلدنا لما بنوتا مع احترامي ليها احترامي الشديد جداً وافتخاري بيها وتهنئتها على الحصول على ميداليا زهبية أول حاجة تعملها تسمي محور أو كوبري طيب واللي ماتوا دول طيب اللي راحوا وضحوا بحياتهم وضحوا بعمرهم عشان يدفعوا عن صحة وأمن المواطن الدولة عملت معاهم إيه؟ لحد النهاردة المعاشي الاستثنائي والمكافأة لم تصرف لهم بحجة إنهم مش منطبئة عليهم الشروط والمعاشات والبدلات اللي عمارة بتصرف كل يوم للشهداء الجيش والشرطة قالك لأ دول حاجة ودول حاجة دول ماتوا هما بيدفعوا عن النظام ودول ماتوا هما بيدفعوا عن المواطن دول على كتفه أو على راسه النسر رضي الله عنه وعنده دبابير وحاجات كده لكن دول حيالة عندها سماعة ولبسة بلته أبيض فيطلع ابن أحد الأطباء وعرضت لحضراتكم قبل كده رسالته كان بعيدها لي بيقول لي إحنا خلاص خلاص مش هنطلب من الدولة مليم ليه؟ حسينا بالإهانة أبويا الطبيب الأستاذ الجامعي رئيس القسم في جامعة اسكندرية اللي ميت بقاله ثلاث سنين لحد النهاردة حفينا وراء الدولة عشان يصرفوا لنا المعاش بتاعه ومش عارفين نصرفه لكن لما بنوتا تاخد ميداليا نسمي كبري ونسمي محور الحتة الأخيرة